اشتركوا في القناة على اكبر مبلغ تأمين وهو قال لي ايه ده؟ ده كده الشركة خدت اكبر مبلغ تأمين على حصان عربي مش انت والت كده برضو ما تقول يعني يعني انتو الاثنين مشتركين في خيانتي يا باشا انا عملي مخوني حد اتمني وبعدين حضرتك لو عندك اي دليل انا تحتوى عملك في العقاب اللي انت عايزه يا باشا انا شايفة الصراحة كده من رقوف كلامي موزوني ولازم بقى الدقة على الوضع يا سمده لانه امرتي اصلا طب انا مصدقك يا رقوف ايه؟ وحديلك فرصة اخيرة لو عرفت مين اللي بعاني ومن اللي وراه وخلاه يهاك على مراسلاتنا وسرق الفايل انا عسيبك لكن لو جبتلي الحوار ده يبقى انكتبلك عمر جديد لو فشلت فانت بقى عارف انا ممكن اعمل معك ايه؟ انت ماضي شيك على بيات هو الشيك ده انا ماضي تحت تهديد السلاح بس انا موافق عديدة باشا فكيني وديني اسبوع حاجبلك الهاكر وكل القصة دي هم تمانية واربعين ساعة يتعيش وتنور رضايا يتموت برضايا برضو فكوه فكيني فكيني زي الميتم يا خالة هي خلاص مش راجع يا خالة انا مجايش نمتل الليل من القلع عليها طب منينا يا خالة عملتي ايه؟ العمل عمل ربنا تدعو لها ربنا يفكر بها الله الله على الحب اللي بيشر منك يلا يا زفر خد سرينة وطلعوا عن نيابة بعد العرض الباشا قال لي انه بقت اكبر محاميين ليها ان شاء الله في مصر وليه ما نقومش احنا المحاميين مالفلوس موجودة والله هو بقى استخسار فيها ده حتى تلت الدعب المؤسس ومتكمر له لا ما كانش جايه والله هجر للسانك ده من بوقك وحشه كده ده انت قليل قدب وتدخل في الملكش فيه انا هستحصل في ياسمينة انا بينه وبين الباشا جبائل يا حبيبي يعني بنردها البعض تباش تدخل في الملكش فيه يا الله سكة وطاري غور في ده يا طوهية بلد اللي توضح سابل الجيب يلا ماشي يا خالق ماشي يلا يا اخو يا ابدايا انتوا هي يلا يا امو يلا بلد اللي توضي وحسن من اللي تجيب يلا انتوا كمان غوروا من خلياتي يلا 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 من خلياتي يلا يا صد التوهية سبعكو زي الزفت سعف الله العظيم يا رب يلا اعملت يا قرب ايه مالك اعمل سرشاد اللا 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 رجعته بدري يعني بدري من عمرك يا ابا ايه قاعد كده ما عندكش شغل ولا ايه انا طالع مولد سيدي الكارزوني الرابع كلك معزة دلوقتي عشان غياب ياسمينة يلا صافية ادخولي كده عامليلي اللقمة سخنة وعلى ما تجهز تعمليلي كباية شي حبر عاوز اعدل دماغي انا وقرقر يلا وقفة ليه هو انت مش شايفني تعبانة اششوف ايه قوم اعمل لنفسك الله 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 لا انتوا قاعدين في ملكي ما بتدفعوش ايجار يا ايه ما تدفعوا ايجار يا ايه ما تخدموني انا وقرر هو ده عدل ربك رد على ابوك اشنا مش قادر اتكلم خلاص يا ابا خلاص هعمل لك انا لأكل طلعها صافية انت البرنجان والبطاطس وانا عبقى ليهم شاطر شاطر يا اخويا اقل لو ما تبص الوشك في المرايا تحس اني لك لازمة ما الوش ده متركب في خليتي من قبل الجوازها صافية مش عاجب دلوقتي خلاص ما بقاش لادد كتجواز تشوم يا اخويا لازم تفكرني من ساعة ما تجوزتك يا سعدون وانت حالك في النازل فاكر عكشوني مرتين في القص وياسمينة رميتني في المغزن وانت دست وغصت في الكيف اسمع يا سعدون اختار حاجة من اتنين يا اخويا يا خدمتك انت وابوك يا الشغل انا خلاص اتخنقت وانت كده عايشها عوالة لا صافية لا اسفر ده يا صافية لاي على طول كده بتسمي بدا ويتقولي الكلام بداهدلني ودايمي انا على وعلا صافية فين حبك لا يا صافية راح فين خلاص بخر سعدون بقتين دلوقتي ايه حب يا سعدون انت يا اخويا اختارات الكاتبا وصدقتها حب ايه كنت انشاكت فلساني عبل موافق عليك كنت افضل خدامة ببيت ابويا قال ايه كنت بوافر لقمتي ليه قديني بقيت خدامة على الرمع كله واخرتها يا ابني يموت على ايدك قعدت تزليني تزليني عايز بيت بيت انشفت اللابة اللي حد ما ابنك مات انا خلاص وكمان باسيه عند نعمة بالجيش دلوقتي انت ايه مش راجل الاكل يا شفير دول معظمهم ثوابق وعليهم اواضي سرق او نزب في نفس الدائرة اللي حداك السرقتي فيها ركزي كده معانا وشوفي مين سرقتك انت اسمك ايه؟ انا؟ انا الممرضة سوسا من محمد عطالة والبطاقة بتاعتي مع الباشا البنت ديها اللي سرقتني انا البت في زنق يا حكيم ودي البت الحيلة ومن غيرها هيبقى انا هنجرى كلهم في زنق شوف لنا دول شوف لنا دول الدق دا السر اللي انت دفنتيه يا نعمة حيزر يا نعمة هتخصدي مرار يا نعمة غصبنا عنه غصبنا عنه يا حكيم الحملة كانت تيقل علي يا كسرتي من غيرها يا كسرتي من غيرها بطل ناد بطل ناد بها نعمة بطل ناد ما انتعرف يا حكيم انا مليش غيرك خلا سيدي شوفوا نحل حاضر يا نعمة يا بيل يا آت الهاليل لو العمل معمول في السند والهند هاته وهتل الدليل يا منك من المهالك يا ربي يا أدري كريم نعمة نعم هاتي دكر ما بلغش الحلم دكر؟ دكر ايه؟ واتباحيه ايه؟ يا بسبتي اتباحه؟ اتباحه ده ايه؟ لا انا مش قد الحملية دي لا شي الزم ولا زم بأهله ويكون يتيم لا اليتيم كمان انا مقدرش شي الزم وبعدين جدي وجديتي عملوها قبل كده وما تبوت دي الزفت بس بس يا نعمة الله 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 اقوم يا نعمة اقومي انا فيا ركب عشان دون اقومي 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 يا نعمة اقومي اقومي يا هواد تحدروا للخالة وكله بمعاد اللي هنحلت عليكم يا غجر والفدي دم من ذكر ولابد بيتدبح وده موحود لجل البنية تحود إلا نحيت عليكم يا غدر وده موحود لجل البنية تحود يهلي الهنجرة الحكيم بلغوه الأسياد لابد من دم دقر الدبح هنا في الساحة عشان اللعنة تروح من هنا وترجع البنية مهلا ما رجعتش لازم تعرفوا أنتم في خطر وفي هلاك يا خالة إحنا منسيناش دم البشر من أيام جددنا ودلوقتي عايشين في أمان إيه اللي جد بس يا خالة عايزة تعرف إيه اللي جد إن الدنيا خدتنا وطمعنا بخلانا لكم في بعدينا هاتوا عمران الكفيف وقافوا هنا وحطي للصبيان قدامه صف في حد معترض إيشمعنا الجاه ربه بالأضاحة ويوسف خدوه من البير اختار لنا اللي عليه المعدر يا عمران هاتوا هنا حماسة انت خايف؟ لا لو خفت السكينة بتحس هتبشي على رقابتك لو قلبك جريه وما خفتش السكينة هي اللي هتخاف منك ينجيك ربي قبيل أنا مشخيف ارمالي خدو لا 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 اكتب اكتب رب قبيل نجى بنت اللي هنجرب تنقيته يلا انصرفوا انصرفوا انطلقوا اتغولوا يلا 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 اكتب في حضورنا عن وكيل نيابة مدينة نصر في ساعته وتاريخه اكتب الساعة والتاريخ اجرينا المواجهة بين المتهمة اكتب اسمها والمدعي والمدعية اكتب اسميهم واسألناها ايه دي الساعة اللي سرقت المساعد بتاعك فاجابت تفضليك بصراحة انا عشايا الحرمانية بعد ما شاورت عليها في العرض وروحت جاتلي في المنام بس جاتلي وهي بطعية كانت بطعية قوي قالت انت زلانطيني بصراحة صرحت كده شوية وفكرت لقيت ان مش هي دي خالص اللي سرقتني واحدة تانية خالص مكانتش موجودة في العرض اكتب اللي قالتو يا استاذ انت متأكد ان هي دي الساعة اللي سرقت المحل بتاعك كانت لابسة لبس غريب وكانت بتقول انها زابة شورت بصيلا كويس اكتب اللي قالو يا فندي بكلام المدعية والمدعي بينفي نافيا قاطعا ثبوت التهمة على موكلتي تستمعني معالي المستشار؟ صدر بالاضافة لكلام الزميل فان الحالة الجنائية للمتهمة تؤكد انها ليست على زمة اي قضية اخرى وممثلة لهذه القضية المذكورة اعلى ويا فندي بالفيشو التجميع بتاعها نضيف نظافة العين وعليه فان تحريات المباحث مبنية على شبهات هشة اي شبهات وهمية لا تدل على سوية التهمة على موكلتي ممكن نضيف حاجة سيادة تبكيل لناه بعام مفيش داعي قررنا نحن عبدالعزيز خرشد وكيل النائب العام الافراج عن المتهمة من سرايا النيابة بلا ضمان ما لم تكن مطلوبة على زمة قضايا اخرى مضيهم على اقوالهم تفضلوا 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 الحمد اللي على السلامة يا كوديينا هيا الناس ر رح CAPين لا صحيح هيا الناس رح CAPين ويا موسيقى موسيقى بردت قلبي كل صبر يا بنت قوم الشاق يالي كل كان علينا قادر بردت قلبي كل صبر يا بنت قوم الشاق يالي واللي كان علينا قادر بردت قلبي كل صبر واردت بنات الغاجة الرمشي عنيه يشوف الحاجة ويروح بدسوي هذا اللي علي صابحنا نادي يوم الليلة دي ما فيش ما بيننا حد نادي واللي كان وحش عيننا وصلناه في عيننا باص يالي 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 مولى عليك شموع وعمل عليك جو رومانسي عشان تعرف تشتغل عمتا انت لو مش مرتاح لوجودي هنا تقدر تقولي امشي يا رقوف انا مش مفروضة عليك على فكر لا والله الباشا بتاعك باعت اكتراه بكل حركة انا بعملها وتقولي مش مفروضة عليك الباشا ما يعرفش اني هنا اصلا وبعدين هو سافر لندن الصبح عشان يشوف الكرسى اللي ورانا هنعمل فيها ايه انا هنا عشان عايز اتعلم يا هندس شاه انت عشان تتعلم اللي انا بعمله ده عايزة عشان ل 15 سنة علام طيب اتعلمي ده حتى بيقولوا لها المنور عايزة تتعلمي؟ طيب يا سيدي انا بستخدم احدث برنامج لكشف الحاكمس ومحدد له الفترة اللي انا بادور فيه على الهاك من ساعة عملية الرهوان لحد ما التقرير بتاعي ترفض والشركة حاوليته للتحيي يعني انت بعد ما تخلص اللي انت بتعمله ده هتقدر توصل اللي عمل هاكينج وكمان تقدر تعرف مكانك ما انت لو ديتيني فرصة اخلص اللي انا بعمله ده ان شاء الله هنوصله لا لو على كده بقى ده انا عمل لك قهوة جلاشة وانت في ايه؟ شامعة وقهوة ايه تجاو ده انت عايزة ايه بالضبط؟ هو انت عايش هلا لوحدك يا رقوف ها اختي كانت عايشة معايا وهاجرت كندا وعايزان احصلها اخسى عليك وانهون عليك تسافر وتسيبنا شاهد شاهد انا فاهم الكويس قبل والطريقة دي مش هتنفع معايا عارفها ليه؟ لان انا فاهم انك بتحبي القرش واللي معا القرش وانا معايش فلوس ومالو ما انا عندي جزء عيون عينا عالباشة وعالجاشات وعينا عالقلبي يختار وانت بقى عجب منه ساعة مجة الشركة ما تجي نتجوز نتجوز عارفي السداء ده انا عزب وطاك ومن ورا الباشا يا رقوف هنعمل فلوس نملى بيها البيت ده كله جاه اذا شاه انت بتسجليلي؟ نوري اذا شاهدت نعمل اذا شاهدت من من تجربتك ومعنا نجد؟ لا نعمل اذا شاهدت من انتجوز ما سيحدث؟ اذا شاهدت من انتجوز 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 طيب ا teaching حبتي نامي اذا ما تسحي من النوم كي действتiedo اذا انت جنتم وراها انتجوز عن الكاهوانا هو لتجيب على ها نعم كنت اعوز اتكلم معك موضوع وك matin دعومyst انت intended ا 하지 اعصابك ر controllا انت عارفة ان انا بيحيماؤسمينى انا كنت اعوزك تكلميها وانا والله العظيم هبقى تحت أمرك العمر كله انت مش قبل كده ترطاها مني وهي رفضيتك وقالت انك رحتك وحشة وبتعجبهاش طب راجع تاني بتزيني في الموضوع ليه؟ وبعدين كل شيء بالخناء إلا جواز ده لازم بالاتباق يا خلا نعمة ده الحديث بليه؟ يعني كل حاجة ممكن تليه؟ وانت ممكن انت والحكيم تعمله عمل محبة عمل وفاة حاجة كده تقرب المسافات وكمان يعني ياسمينا الرابط على 30 ورابط تعنس واحنا في سلوينا البنت اللي اتعنس لازم تتجاوز مش دي عويدنا ولا يا خالي؟ غلبتني يا واد في الموضوع ده خلاص سيبني كم يوم كده افكر فيها واجبها من هنا والنحيا دي للنحيا دي وشوف اوصل ليه وانا اقول لك تتكلمت جدا يا خلا نعمة؟ ان شاء الله ربنا خليك لينها روح يا حبيبي ايه روح ما تلزقش بقى كده وده ايه ده؟ افهم يا بني آدم انا لازم اسجلك ولازم اسورك وسجلك وانت بتشتغل وبعدين ارجع ابعاته للباشا عشان يشوف بعنيه يقوم يصق فيك وبعدين صدقني يا رقوف انت لو الباشا وثق فيك وغرت علي بابا هتتفتح لك لا يا شيخ طب ما كنت تقولي من الاول انك بتسجلي كنا شغلنا مزيك اسلوكين عشان الباشا اودان وتتمزل روح ايش هعمل ايه يا هه هتلاقي الماكنة في المطبخ على يديك اليمين حلوة دي لا سحر ولا شعوازة بسم الله علي غاجرية مستحوزة قول الله اكبر الله اكبر الله اكبر ايدي 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 لا اشرحيني انت عملتها ايه بعدين اقولك ايدي ايه الحاجات دي بقولك ايه نعم انت هتلبس النضالة كمان عايزي ماشي طب رجعك بس عايز اقولك حاجة ماشي مش قارل القوان بقى منغير شوية عن قارف الغاجر ده يعني انت خلاص ما بقيتش واحدة منهم لا لا على ايه على اللفراسك واه مش معقول بقى مش معقول مرأتي على سنة الله ورسوله وما قدرش المسها غير بعد 40 يوم ليه؟ هو اجواز ولا موت رقوف انت عرفتني وانا غاجرية وهفضل غاجرية واموت وانا غاجرية يا حبيبت انت خلاص ما بقيتش غاجرية وعندهم بقيت في حكم الميتة خصوصا بعد جوازنا هو انت تفكرني ايه؟ انا بقى لي 30 سنة نفسة لقي راجل احب وحط راسي على كتفه ما هو حتى دي بقى لعلمك انا محروم انا ما انا خايفة بصراحة استسلم له حطت راسي على كتفك وبعدين انت تقذي اتقذي ازاي يا العروسة عندنا لو استسلمت العريسة قبل الـ 40 يوم ممكن او يتقذي او يموت يا سلام ودي بقى وصفة غاجرية برضو لدي حصلت لبنات كتير استسلم ولكوازاتهم وتاني يوم الخبر الوحي اشباعا عن رجالتهم ما للربح ايو حبيبتي احنا هنا مش في ربع الغجر احنا في ابنان اتي عادة تغطقالتنا يا حبيبتي انت ما بقتيش غاجرية خلاص بقولك انت عاملة زي السعيدة اللي عليه طار وهو مش مؤمن بالطار فين ياسمينة المثقفة اللي عقلها منور انا تربيت على كده وبصراح بها لو عايزني خدي غزبا عني لا غزبا عنك ليه 40 يوم 40 يوم قام لله بس يكون في عالمك بقى لما يخلصوا انت اللي هتتحل علي بحاولك لها اصلحنا عوابنا فيه 90 يوم بعد الـ 40 يوم يا السلام انا تمزلت عن حاجة مهمة جدا بعملها العريس للعروسة وهي اول خطفة حاجة ايه ان شاء الله شال الوفاء ايه؟ شال الوفاء ويطلع ايه شال الوفاء ده؟ قبل ما يحصل اللي يحصل العريس بيجيب لي العروسة شال ويروح رميه على العروسة لو العروسة مسكت الشال تبقى موافقة لو ما ما مسكتوش تبقى مش موافقة والعريس ليه ثلاث فرص يعني حكم واستقناف حكم واستقناف؟ ايه لا لا فكرة بقى بسيطة خليك عنه انت راح فيه يا محدش يقول ليه عملت معاك واجب وشال الوفاء اهو وامسك تيديك مديني باسوود نفتح بقى بروكسي فتح تخش على الفورس سيستم عايز مدة شهر لقيته اش ايه؟ لقيت اللي عمل هاكينج؟ طبعا انا عبقار يا بنتي لقيته بقولك اسمه ايه روف لا ما هو اكيد مستخدم بروفايل فيك بس انا عرفت المكان الجغرافي اللي عمل منه لهاكين وفين المكان دي؟ اربعة ونص ايه؟ ايه كيلو اربعة ونص بيقولك اربعة ونص دي في حتة على طريق سويس؟ ايه انا عرف على فكرة اللي عمل الهاك ده عمل نفسه ايكن رمز الجيبسي جيبسي يعني غاكر؟ ايه انت تعرف حد هناك ولا ايه؟ يا انهارك اسود وبناي لزفر يا ابن الزفر انت بتشغل اخوتك البنات من ورايا ولا ايه وايه؟ ورب قبيل ما حاصر ده لو كنت محوش نصيبي في السندوق ولا عمري بيع تجرام ده بمبلول واحد لحد ده محر يا اسمينة ايه فين يا اسمينة؟ عاوز مني ايه يا زفر؟ عاوزك في الحلال يا اسمينة ودي ده حوش العمر كلها بين ايديكي بس انت يتوفي ما انت هتاخد قد وعشر مرات من شقاية والله ما انا فهم هالغاجر ده ايه؟ احنا ماشيين عكس العالم قال للعروسة تودي الدهب للعريس قد اللي جابولها مرتين عاجبك الكلام ده يا خالة؟ ايه يا اسميني حبيبتي دي عواية الغاجر الستة من دولم لما تتجوز تدي الدهب بتاعها للراجل اللي تجوزته ليه؟ عشان بتحاملة اسمه وجسمك وروحة ملكه وتبقى قاعدة خدامة تحت رجلية تخدميه وتشتغل وتصرفي ياسلم انسانك يا خلنعمة خدامة؟ وشق وطعب وهو حبيبتي بشقاية ده كله يروح يلعب لي امار ويشرب لي مخدرات ولما حب يتمزج ينقلي اي واحدة كسر من بره؟ بقولك ايه؟ يقعد بالعيال هي دي اسمة العجل والله لو هيحبل وحيخلف وحيرده أفكر بقولكو ايه يا جماعة انا لا هتجوز الزفر ولا اي راجل تاني الغجرية في الثلاثين بتتقمر لحد ما بتموت وده هيبقى مصيري لو رفضت الجواز وهتبقى زي العجزة والمكسحين ومش هتنزلت قصي والله انا راد يبقى اسمتي ونصيبي بقى يا اختي ما تتعبش نفسك منك لها ما انا من الصبح بقولكو اتبخى ناشفة زي الحجر الصواني طالع لأمها الله يرحمها الله يرحمها طيب يا ياسمين يا حبيبتي مفيش حد تاني عينك عليه يا خالة انا عمري خبت عنك حاجة لحد ولا ثبت هو مين يستجرى أصلا يخش الرابع ولا يفكر في ياسمينة الناس كلها عارفة انا بحب ياسمينة اسمع يا زفر لو شفت حلمة ودانك مش هتجوزك وشلني بقى من دماغك انا قرفت من القصة دي مش هشيلك يا ياسمينة وغليك كده على الناسي بتقولك شلها من دماغك يا عويل اطلعي منها انت بس يا اختي عجبي كده يا خالة الريبورت ده دكتور فيه تفريغ لكل الاختراقات اللي حصلت على حسابات الشركة قبل وبعد صفقة الرهوات فضل وفيه كمان الموقع الجغرافي اللي عمله الهاك فيل المكان كده على طريق السويس اسمه كيلر باونس لا والاهم من كده يا باشا راوف بيقول اللي عمل هاك عمل لنفسه رمز جيبسي جيبسي؟ يعني غجر شاهية تكونش هي البيت الغجرية يا باشا طب يلا بينا استنى بس يا باشا عايزين نفكر قبل ما نعمل اي حاجة ما ينفعش انا ما بنامش من ساعة الكارثة دي محل تعليق والجماعة في لندن بيقدي دولي اللي ما كنتش أكشب اللي عمالي نخرب ورانا هقف داية ودول مافيا وأقصر مافيا في العالم كل ده عارفينه يا باشا بس عشان نوصل للعمل العامة دي لازم نفكر قبل ما نتصرف وزورك دلوقتي خطر جدا قدام مجرم زيبان هذي وهي عايزة دولي ايه خلاصينه راوف بيروح نجب نفسه وبطريقته بقى يعرف إذا كانت ياسمينة ولا لأ انتو مش بتقولوا المختارك دا عندو رمزة جيمسة ايه طيب يعني احنا امه الغدر مفيش اللف امه بقولك ايه كلمة مدير الأمن خليه لامه بكل القديجردات يلا الباشا يا قلبة أهلا وسهلا يا مرحبة مش كنت تقولي كنت فرشتلك الأرض كله سجاد وعليه ياسمين وواردة كمان نعمة من غير لف ولا دوران وكلام كتير فين ياسمينة؟ ياسمين بنتي فقودتها يا أخويا مرياحة قص النهاردة أجازة أه أجازة من السرقة يا نور يا خجر الله 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 ايه جرية باشا ايه اللون الغامي اللي بتكلمني بيه دا لولة إبليسي اللي بتنطط على وشك دا كنت قلتلك تفضل من غير مطروض انت تابلت على قابرة وليه أنت؟ أنت بالكلمة النوري أنا اللي علمتكم وعملتكم أنا اللي حميكم في ثانية ممكن أطربق الرابع دا على دمالكم الرابع جاينه قرار بالإزالة وأنا اللي معطلوا معلقاتي إحنا بس مش فهمة في إيه للحمقة دي كلها ما تقول لي إيه اللي إنت عاوز وانا رقبت يا سدادة أيوة تعيد لي كده فين قوضة الحيلة بتاعتك عناية الاتنين ها صحاها لا خلي علينا المهمة دي ساد اللي هو أمورني باشا خد الجردات وخش القوضة ومعك رقوف تمام باشا يلا معامي يا أرمالي سكة وطريق عاد الفان يا سعد تلبي اللي إنت عاوز وانا هعملولك أنا ماليش باركة اللي إنت اللي تؤمرني بيه هعمله من عيني دي قبل عيني دي إيه أمورني بس أنيسة ياسمين أيوة فانظروا مرحبا خير يا فاني تحت أمرك من الآخر كده أنت اللي عملت هيك على الشركة النوري وبعدت التقرير بتاع الحصان للشركة في لندن أفانتم أنا مش عافة حركة وتكلم فيه لأ بصي حضرتك اللي قدامك ده مهانس كمبيوتر ومسؤول عن برامج الحماية والاختراق والهاكرز أنا متعكد أنه هما تموا من هنا على شركة النوري كل الملفات وكل حاجة وبالأمارة رمز الاختراق كان جيبسي إيه يا فاندم الكلام الكبير لحيك بتقوله ده أنا أخري أبعد إيميل أستلم إيميل إنما الكلام الحيك بتقوله ده أنا معرفش حاجة عنه يمكن حد دخل قطتي وأنا مش معوجودة ولعب في الكمبيوتر حد إيه حضرتك دي قطة نومك مش سايبر بعد إزل الحركة يا فاندم أنا هفتح الكمبيوتر تفضل باب ممكن الباسورد؟ تفضل تفضل تفضل؟ تفضل 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 الموضوع جدي جداً وكبير جداً تفضل أو الله فهيريد تتعاوني معي تديني الباسورد لأنه ممكن تلاقي نفسك رايحة في ستين دهين تب حضرتك ممكن تبوصل ناحية تانية؟ مش مهم عشان أكتب الباسورد بتاعتي فضلت مش سايب